السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد والنهاردة هنعمل مع بعض الغريبة النعمة الدايبة وزاي ما بنقول دايما النعمة يا غريبة فالنهاردة هنعملها نعمة يا غريبة بطريقة سهلة وبسيطة وبصة يعني مفيش في سهولتها شايفين بقى شكلها عامل ازاي? شكلها كده كمان وإحنا في الحر يعني لو الجو معتدل كده هتبقى ألز وأطعم من كده كمان يلا نبدأ باسم الله ونشوف مقديرنا عبارة عن ايه? المقدير دي مظبوطة جدا امشي على الخطوات بالزبط هتتلاقيها سهلة معاكي جدا معايا كده زي ما انتوا شايفين كبايتين من الدقيق عليهم كباية من السمنة نص كباية من السكر كبايتين دقيق كباية من السمنة مش مليانة نص كباية من السكر ونقطتين بس حاجة كده بسيطة من الفانيليا المقدير يعني من مناسبة الحر اللي احنا فيه ده ياريت تكون كلها في التلاجة دي كان في التلاجة السمنة كانت في التلاجة يعني ده الافضل علشان خاطر تديك نتيجة بس ايه سهلة كده وبسيطة كده ايه تكون حلوة اول حاجة حطيت السمنة بتاعتي وعليها السكر والسكر طبعا يكون بودرة براحتك عيزا حبيبات نعمة براحتك بس الافضل يكون بودرة نزلت كده بالسكر على السمنة وعليهم على طول الفانيليا وعلى طول بالمضرب الكهرباء يعني بصوا السمنة كده زي ما انتم شايفين لونها مسفر شوية هفضل اضرب فيها لغاية لما السكر اللي معايا ده يدوب في السمنة خالص وكمان لون السمنة يبيض كده ويفتح وكمان تعمل لي زي فوم كده تعلى معايا شوية السمنة ما تفضلش زي ما هي لأ تخف كده وتعلى معايا شوية كده هيبقى القوام المظبوط اللي انا عايزاه طبعا لو ما عنديكيش مضرب كهرباء هتستخدمي ايدك او هتستخدمي المضرب العادي بس الموضوع هياخد معاكي سنة وقت زيادة بس هي دي كل الموضوع ان هو هياخد وقت اكتر شوية كده السمنة باقت مظبوطة معايا جدا شايفين علية شوية وكمان افتحت والسكر ده فيها هبتدي على طول اجيب الدقيق كبايتين الدقيق عليهم كباية سمنة ونص كباية سكر وهبتدي ان انا انزل بالضيئ كده واقلب في نفس الوقت هقلب كده لغاية لما تخلص الكمية معايا بصوا بقا العجينة لان الجو حر يعني بتلم معاكي على طول لكن هتلاقيها سايحة مش هتلاقي العجينة متماسكة معاكي شايفين انا عمالة بالم فيها عمرها عمرها ما هتتلم لان الجو حر جدا فانت الافضل عشان تعملي الحلويات اصلا بتاعت العيد تعمليها امتا تعمليها يا اما الفجر يا اما تعمليها وانت قاعدة في التكيف غير كده في الحر اللي احنا فيه ده هيبقى صعب جدا فانا عملتها وروحت مدخلاها التلاجة قاعدت ساعة لغاية لما بردت وتماسكت مع بعضها بصوا العجينة كانت ملزقة جدا بعد ما دخلت التلاجة وخرجت بقت متماسكة جدا جدا بالشكل ده هقطع بقى قطع صغيرة اللي هي تعملي كورة كده يعني في مقاس عين الجمل كده فاهميني؟ وهبتدي ان انا احط الكور دي جنب بعضها وهتتيب مسافة بسيطة لان الغريبة بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي مش هتفرش ابدا هي بس هتريح سنة هي هتريح سنة بسيطة لكن مش هتفرش الكمية ما شاء الله اطلعت معايا حلوة يعني معايا هنا كده شوكولاتة اللي هي مدورة دي معايا كمان الشوكولاتة اللي هي عاملة زي الاكسسوارات دي فاهمين؟ عارفين هانتو؟ عاملة زي الاسترسطات كده شوية هجيب الحاجات دي طبعا الحاجات دي موجودة عند اي عطار يعني اي عطار اي محل مستلزمات حلواني الحاجات دي كلها موجودة وهبتدي ان انا هحط بقى اي اي زينة كده للغريبة لو حب كريز لو حب سوداني اي حاجة هتحبيها اا اعمليها وهبتدي اضغط ضغطة خفيفة كده من عليها من فوق وهدخلها الفرن يعني فرن يكون سخن ومسخناه على درجة حرارة 200 اول ما هدخلها هنزل درجة الحرارة من 200 ل 150 درجة هتقعد في الفرن تقريبا 10 دقايق من 10 دقايق ل 13 دقايق 14 دقايق يعني ربع ساعة بكتير جدا علشان ما تنشافش منك هتخرج بقى من الفرن هتبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده انا ما شغلت الشوية خالص انا شغلت الفرن بس اخدت لون ده بفاتح قوي قوي من الارضية وروحت طفي عليها بقت معايا بالشكل ده عايز اوريكوا كده واحدة الارضية بتاعتها لونها عامل ازاي بس عايز اقولكوا ان الجو لانه حر يعني ما تجيش يمتها ابدا غير لما تبرد تماما ما تلمسيهاش غير بعد ما تبرد خالص بصوا بقى الارضية بتاعتها لونها عامل ازاي جميلة طبعا كانت لسه سخنة ايدي علمت فيها لان هي كانت لسه سخنة خدوا بالكو من الحركة دي ما تلمسوهاش طول ما هي سخنة لازم تبرد خالص دي كده كانت الغريبة بتاعتنا النهاردة آآ عايزة كمان اوريكوا قد ايه نعمتها وقد ايه هي دايبة بصوا كده جبتلكوا واحدة بصوا الارضية بتاعتها ده بفاتح عايزها افتح من كده يعني خرجيها بدري بدري عن العشر دقايي اللي انا قلتلكوا عليهم بصوا بقى هبتدي ان انا اكسرها معاكم بصوا دايبة جدا 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 لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة تقولي ايه رأيكم في الغريبة بتاعتنا النهاردة وبالفة هانا وشيفة لما تجربوها واخر حاجة اولها لكم كل سنة وانتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة